انا بقى انا كل الناس اللي تتفرج علينا عايزة تعرف انه حصل يعني مين اللي تتفرج عليك؟ مين اللي شافك؟ كيف وصل بوسام ابو علي ان يكون لاعب في الندمة؟ هو انا كنت مسافر مع اولاد من فريق سيريوس كنت في اندونيسيا في بالي رياحي يعني عم برتاح عندك اجازة؟ بالضبط كنا مسافرين عم برين التلفون في هالوقت انا كنت عارف في نادي في هولندا عم بيجربوا اجتوني وفي نادي في انجلند في انجلترا يعني فيها كم نادي عم بيسلوا علي وبدين يجربوا اجتوني انت مش في دماغك انت رايح تاخد الاجازة؟ اجازة اوكي طلعت الاجازة ما فيها ولا اجازة ولا شيء كل يوم اكلم الاجتين تعيي عشان انا هيك هيك 11 جول الواحد بيسعله اوكي انا بدي اخد اجتب بعد بدي اوكي اللي بعد كده هيبق بالضبط فاتصل فيه ايجينت جيوم قال لي فيه نادي الاهلي تعرفوا؟ قال له نادي الاهلي طبعا بعرفه شوفي قال لي حكيت مع كابتن امير توفيق ام بده يكلمك انه هني يعني عم بفكروا يجيبوك يشتوك اوكي اوكي عشي كبير كتير قبل ما كلمت انا كابتن امير توفيق كلمت ابوي طبعا قال له يا بابا انت بتعرف مين الاهلي وتعرف كل شي عنه شي افكر فيه ولا ما افصلا افكر فيه ام هو شو قال لي يعني اهلي اهلي اهه الاساسي يعني الأساسي بالظبط اه اهه قلت له اهه قلي لا وستعب مع نادي كبير نادي كبير كتير 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 وتذكر عمتك سكن في مصر كمان عميتك سكن لانيك اعميتك سكن هون ساكنة هنا في الكاهرة فعادت أنا عملت فاستعم كول مع أمير ويعني حبيته من أول أول كلام يعني كنا يمكن بدنا نحكي ربع ساعة عشرين دقيقة حكينا يمكن ساعة في كل شيء في الحياة هون وأنا يعني مهمة اللي كنت أحس ليش بدني يجيبوني أنا للأهلي فكلام حلو ورجعت أنا تصلت بالأيجنت تاعي وقلت له اسمع أولندا إنجلترا سباند كل شيء فيه إنساء بنتروح خدت قرارك بعد كلامك مع أمير هو أنا كان شيء مهمة إلي حس حال إنه راح أروح محالة أكون مبسوط بس هاي الفرصة كمان أبير جوا ألعب قدام ظمهور يعني ما فيه زيه بأوروبا وأنا سمعت كتير يعني طبعا سمعت قبل ما أخذ الكرار سمعت الفئات أصحابي إنه اللي بارت بنادل أهلي أهلي من لبنان سألتوا إنه والكل يحكمني عن نادل أهلي مهم فعملت السرش تاعي وشفت يعني جمهور و كل شيء وقلت لا صراحة هو شيء كبير كتير فاتصل فيه كافة نامير قال لي عشان تعرف يا وسام اليوم في عنا ماتش مع الاتحاد اتحاد جدا اه كبه كاس علم بالزبط اوكي قال لي تفرج عليك تفرج علي الماتش قال لي اه هلا اتحاد كبار بين زماء طبعا اسماء كبيرة جدا تفرجنا على الماتش وماشاء الله يعني ملا ماتش الواحد لما يحضر على الماتش بقول أوكي ياريتني كنت أنا ألعب هاي شيء يعني يمكن بحياتي ما قدر ألعبه حقيقي ففكرت على الماتش وبعده اتصل باليعني الاجينت تاعي وقلت له خلاص بدنا نعمل كل شيء بادينا أروح على نادي الأهلي اوكي ولازم نفكر انه نادي تاعي سيريوس أهم شيء عندنا كله ما بدني يبعوني اه مش عايزين يبعوك مش عايزين انا إلي بس خمسة شهور ونصف بسيريوس فهن مش عايزين يبعوني بس يعني أنا رصيت ويعني إذا بتسأل الكابتن أمير التوفيق لأنا عارفه أنت كان عندك استرار أنت تيجي نادي الأهلي واعا مية بالمية وأنا رصيت كتير 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 أنا والأيجينت تاعي والكابتن أمير كتير رصينا على نادي السيريوس يعني وكل يوم أكلم الكابتن أمير أقول له أنا عمبروس عشان يقبل ويبعوني قدما أنا بندقاجي لهون يعني والحمد لله وصلنا لهون وقدما تقرب أكلم أمير أكلم أكلم يلا خلص نخلصها عايز أخلص عايز عايز أوصل يعني أنه الفكرة شي حلو بس أنك تعرف أنك رح توصل شي تاني شي تاني إحساسك كان إيه يا أساب لا شي مختلف آه مختلف يعني شي ساب أحط كلام عليه آآ أول شي أنا عندنا غروب على الفيسبوك وواتساب ومع أهلي بعضت لن زبين يكلموني قلت لن كلهم بالغروب وأمي وأبوي كتير كتير مبسطة وأخواتي عندك كم أخ؟ عندي أختين أختين بس أختين أخت كبيرة وأخت صغيرة آآ مصر وإيك فعشانك أهلي أنا كتير 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 قريب علي أوكي وأبسطن هني وأقدر أعيش حياتي وهني يكونوا معي بحياتي أحلى الشيان في الدنيا كلها طبعا طبعا فلما شفت أمي وأبوي يديش مفسوطين وفاكرين فيه ويعني شي ببسطة جدا وأهلي بلبنان كما عشان أنه أحكي الصراحة يعني مش يتفاجئه بس كيف أنه الواحد بقدر يكبر أهله مع هو حاله مليون في المية وكلهم حاسوا كبروا وسام صار أهلاوي وكلهم بيعرفوا الأهلي بلبنان طبعا كلهم بيعرفوا الأهلي يعني ابن خالتي وابن خالتي بلعب يعني الشي كبير طبعا وها أكثر شي بسطني أنا يعني طبعا عقدة والفتبول بس مبسوطين أهلي أنا مبسوط